يتفق كبير الدبلوماسيين الصينيين مع مضيفيه الروس على تعاون استراتيجي أوثاق ويتحدثان عن بناء عالم متعدد الأقطاب والغرب يترقب بخشية كبيرة على خط هذا التعاون دعماً صينياً عسكرياً محتملاً لروسيا تتواتر التقارير الغربية بشأنه تحدثت بكين صراحةً عن تطوير خطوات جديدة لحماية أمن وسيادة البلدين ولأول مرة تدعم مطالبة روسيا بإغلاق الناتو أبوابه أمام انتساب أعضاء جدد فهل تذهب نحو دعم حليفتها الاستراتيجية موسكو عسكرياً؟ وهل هي في وارد فتح جبهة خلاف أخرى مع الغرب قد تعجل بالمواجهة المؤجلة؟ أعرب الناتو عن قلقه المتنامي من إمداد بكين لموسكو بالأسلحة وحذرت واشنطن من أن أي تحرك في هذا الاتجاه ستكون له عواقب وخيمة ووضعت أنشطة شركات صينية يحتمل أنها تساعد روسيا عسكرياً تحت المجهر الفرنسي فيما اعتبر الرئيس الأوكراني أن الأمر سيأخذ حتماً نحو حرب عالمية ثالثة في حسابات الربح والخسارة يرى مراقبون أن الصين تحاول أن تعزز العلاقات مع روسيا من دون قطع حبل التواصل مع الغرب وضمن ما يمكن وصفه بسياسة الحبل المشدود رفضت بكين الموافقة على قرارات لمجلس الأمن والأمم المتحدة تدين العملية الروسية في أوكرانيا لكنها لم تصوت ضدها أيضاً ووسط حيادها وما يصوره محللون على أنه حذر صيني من المجازفة بالتحايل على عقوبات الغرب ضد روسيا تتحدث التقارير عن أن الصين باتت طوق النجاة الرئيسي للاقتصاد الروسي فارتفعت واردات السوق الصينية من الغاز والنفط الروسيين إلى مستويات مهمة في زمن الصراع الروسي الأوكراني المستمر